أختي أمت الله من اليمن هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاماً محموداً الذي وعدته فقط هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما أن يقرأ الإنسان الفاتح يقول الفاتحة على روح النبي فهذه بدعة ومحدثة ولا يجوز للناس أن يحدثوا في دين الله ولا يبتدعوا في دين الله لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يقرأ الفاتحة على روحي بعد الأذان ولأن الصحابة الكرام ما قال أحد منهم أبداً اقرأ الفاتحة على روح النبي وهذا يعني هذه من البدع التي أحدثت وزيدت على الأذكار التي بعد الأذان يكتفى بهذا يردد خلف المؤذن ثم يصلي على النبي ثم يأتي بدعاء الوسيلة فقط من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جزاهت ربما هذه البدعة أفسدت هذا الأجر لأن البدع تفسد الأجر مثل ما يفسد الخل العسل ولذلك بعض الناس يأتي بشيء من السنة ثم يلحقه بما يبطل هذه السنة مثل هذه البدع والمحدثات ترجمة نانسي قنقر